أكد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضر موت الأستاذ أمين بعباد إن مجال الموارد البشرية في أي مرفق حكومي يعد من أهم المرتكزات التي تساعد على تطوير منظومة العمل الإداري على مستوى الكادر والإدارة وأشار بعباد خلال كلمته التوجهية في الورشة الخاصة بتطوير عمل كوادر الموارد البشرية بمكتب الوزارة بالمحافظة إلى أن قيادة المكتب بمحافظة حضر موت تحرص على إعطاء الأولوية لجميع الكوادر التربوية والتعليمية بالمكتب ولفت المدير بعباد لضرورة أن يدرك الكادر أهمية تطوير قدراته ومهاراته الذاتية التي تجعله محل ثقة ورضاء مسؤوليه على مستوى القسم والإدارة ولا يمكن الاستغناء عنه تحت أي ظرف كان ترجمة نانسي قنقر